السلام عليكم ورحمة الله دواء فوغالين المحتوي على المادة الفعالة ميتو بيمازين هو من مضادات التقيق والغثيان فهو يستعمل لعلاج حالات التقيق والغثيان بمختلف أسبابها وهو عبارة عن قطرات تشرب عبر الفم والجرعة المخصصة للبالغين هي بين 15 إلى 30 ميلي جرام يوميا أما بالنسبة للأطفال فإذا كان عمره أقل من 6 سنوات يعطى 10 قطرات لكل كيلو جرام من وزنه وإذا كان الطفل أكبر من 6 سنوات فيعطى من 7.5 إلى 15 ميلي جرام يوميا كل 10 قطرات من هذا الدواء تحتوي على 1 ميلي جرام من المادة الفعالة ميتو بيمازين أقصى مدة علاج هي 5 أيام فقط أما بالنسبة لموانع الاستعمال فهي الحساسية لأحد مكونات هذا الدواء وأبرزها مادة ديسولفيت السوديوم التي قد تسبب حساسية جلدية عند بعض المرضى كذلك من موانع الاستخدام ارتفاع ضغط العين غلوكوما ومشاكل البروستات وكذا اضطراب في كهرباء القلب من نوع تمدد المجال كيو تي أما بالنسبة للأطار الجانبية فكما باقي الأدوية الكيميائية هناك أطار جانبية لهذا الدواء على جسم الإنسان أبرزها حساسية جلدية نعاس تقلصات وتشنجات عضلية هبوط الضغط جفاف الفم امساك أو احتباس البول وكذا اضطراب الحيض عند النساء وهي أطار جانبية نادرة جدا أما بالنسبة للتحذيرات التي يجب أن ينتبه لها كل من يشرب هذا الدواء فهي أن لا يجب تناوله رفقة أدوية أخرى تحتوي أيضا على كحول لأن هذا الدواء يحتوي على كحول من نوع إيتانول كما أنه لا يجب تناول هذا الدواء أثناء وقت الصياقة نظرا لخطر النعاس لا قدر الله كانت هذه معلومات مختصرة على دواء التقي ميتو بيمازين ومثالنا اليوم فوغالين نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر ومعلومات أخرى منا ألف سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر